فاعلية نمط الانتاج الخطي تتطلب فاعلية اسلوب الانتاج الخطي توفر عدة مقاومات أهمها واحد طلب كبير يؤدي لانتاج كبير وبالتالي يتيح تكلفة منخفضة اثنين درجة استغلال عالية للطاقة الانتاجية تسهم في تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة ثلاثة سعر مناسب يقوي المنافسة لان مشتروا منتجات هذا النظام يهتمون بشكل عام بالسعر بينما يهتم مشتروا منتجات نظام انتاج الطلبيات والدفعات بالجود والمواصفات المتميزة قبل السعر اربع جهود تسويقية فعالة تهيئ طلبا كبيرا ومستمرة لتصريف الانتاج وتغطية التكاريف العالية لا سيما التجهيزات الآلية المتخصصة خمسة تخطيط مالي فعال لشراء وإحلال دوري للآلات ستة توازن مراحل خط الانتاج بمعنى تساوي عبل أمل وزمنه بين المراحل الانتاجية بقدر الإمكان لأن استطالة زمن إحداها عن التي قبلها يعني فترات انتظار ووقت عاطل سبعة انداد سريع ومستمر لمواضع الأداء بالاحتياجات من المخزون لدرء احتمالات التوقف ثمانية متابعة مستمرة بشرية أو آلية بالحاسب لضمان استمرارية وعدم توقف خط أو خطوط الانتاج تسعة صيانة فعالة ومستمرة للآلات والتوصيلات الطاقة المحركة والتهوية لتجنب توقف مفاجئ لإحدى آلات أو مراحل الانتاج عاشرا وأخيرا سياسات فعالة للموارد البشرية تهيئ حفزة مناسبة للعمالة ورفع درجة الرضا عن العمل من خلال إثراء الوظيفة أو تكبير محتوى العمل لدرء الملل والسام الناتج عن تكرارية ومحدودية الاختصاصات وبالرغم من أن نمط الانتاج الخطي الكبير والمستمر يمكن أن تتوافر له مقاومات الكفاءة فهو يفتقر إلى مرونة مواجهة المتغيرات البيئية وعموما فإن معظم السلع والخدمات التي تنتج نمطيا بحجم كبير تنتج من خلال نمط الانتاج المستمر أهم خصائص نمط الانتاج المتدفق أو الخطي واحد تقديم سلة أو خدمات نمطية قليلة يتوفر لكل منها حجم طلب عالي ثنين استخدام آلات متخصصة مصممة لإعداء عمليات عالية عالية التخصص خاصة بتصميمات لمنتج محدد ويعد التحول لتصميمات منتج مختلف صعبا ومكلفا ثلاثة ترتيب التجهيزات بحيث ينساب الناتج من خلال مواضع لأداء في مسارات مباشرة وتنشأ الأقسام غالبا على أساس المنتجات التي يجري إنتاجها ويسمى هذا التخطيط المكاني تخطيطا مكانيا على أساس المنتج رابعا تتميز التجهيزات الخاصة بتحريك أو نقل المواد والمنتجات بين مواضع لأداء بأنها ثابتت الأساس وليست متحركة كالعربات ومن أمثلة هذه التجهيزات الثابتة السيور والسلاسل الناقلة خامسا يتطلب الأمر الاحتفاظ بمخزون قليل نسبيا وأحيانا عدم الاحتفاظ بمخزون بين مراحل النظام الانتاجي سادسا يميل مستوى مهارة العامل لأن يكون منخفضا بشكل عام ويتطلب قدرا بسيطا من التدريب على العمل سابعا يميل الإشراف على العاملين لأن يكون سهلا بنسب منخفض المشرفين إلى العمال وبتعليمات عمل قليلة ثامنا يكون التخطيط العملية الانتاجية معقدا لكنه لا يتكرر إلا بإدخال تعديلات رئيسية عند تقديم منتجات جديدة داخل نفس نوع النشاط تاسعا لا يسهل تحويل النظام الانتاجي لتصميمات لأنواع جديدة من المنتجات سلعا كانت أو خدمات عشرا تتيح هذه النظم الانتاجية أقل تكلفة انتاج الوحدة لمعظم المنتجات النمطية السلع والخدمات التي يتوفر عليها حجم طلب عالي ثانيا نمط الانتاج المتقطع أو المتغير مفهوم أنواع نمط الانتاج المتقطع أو المتغير يتميز هذا النمط بمرونة واضحة إذ يمكن تشغيله لإنتاج منتجات متعددة وتختلف أو تتميز مواصفات كل منتج غالبا بحسب ما يحدده العميل فهو نمط مستخدم في نظام انتاجي يصمم بحسب خصائص عملية وعمليات الانتاج ويتميز هذا النمط باستخدام تجهيزات آلية عامة الغرض غير متخصصة وتجهيزات نقل ومناولة متحركة الانتاج منتجات متنوعة يمكن تكيفها وضبطها الوفاء بخصائص للمنتج تقابل رغبات عميل معين ويصلح هذا النمط في حالة عدو موجود طلب مستمر على المنتج أو المنتجات ويضم نظام الانتاج المتقطع تقسيمين فرعيين هما انتاج الطلبيات وانتاج الدفعات يشترك هذين التقسيمين في نفس الخصائص نمط الانتاج المتقطع سالفة الذكر أما أوجه الاختلاف بينهما فتتمثل أهمها في واحد أن انتاج الطلبيات ينتج كمية محدودة نسبيا من المنتجات في كل طلبية ومن الكمية التي يطلبها العميل وبالخصائص التي يحددها اثنين انتاج الدفعات يميل لأن ينتج بكميات أكبر نسبيا في كل الدفعة وفق الخصائص يحددها أمر الانتاج مع درجة أعلى من التنميط فاعلية نمط الانتاج المتقطع تتطلب فعالية نمط الانتاج المتقطع تمتعه بالمرونة ليتمكن من مقابلة طلبات على منتجات متعددة ذات خصائص متنوعة وتتطلب فعالية هذا النمط توفر عدة مقاومات أهمها واحد عمالة عالية المهارة تستطيع أداء عمليات متعددة وفق مواصفات تفصيلية تختلف من وقت لآخر اثنين كميات غير قليلة من المخزون أو المواد والأجزاء المقابلة طلبات انتاج تختلف في احتياجاتها لمفردات المخزون وبما يضمن عدم توقف الانتاج ثلاثة أوقات تشغيل أطول نسبيا بسبب تركيبات لازمة أو تكرار عمليات ضبط الآلات لتهيئتها لمقابلة عمليات جديدة رابعا جدولة فعالة ومستمرة لأوامر الانتاج مختلفة على مواضع عداء مختلفة يتزامن فيها استخدام الموارد المالية والبشرية وقد يصفر ذلك عن مستويات جودة أكثر تباينا وتكلفة أعلى لوحدة المنتج ترجمة نانسي قنقر